ده انتوا فهمين احنا بالتأكيد يمكن 90% اللي لم يكن 100% من الحلقة هيبقى على إيه لأنه الموضوع فعلا كبير فعلا مهم احنا بنتكلم على قضياتنا المركزية ألا وهي قضية الصراع العربي الصهيوني فبالتأكيد الموضوع بالغ الأهمية وإن كان هو صاحب الأهمية القصوى في هذه اللحظة وفي هذه الأونة وخلال الأيام الماضية ولبضع أيام قادمة إلى أن تهدأ الأوضاع بالكامل يعني يا رب يا رب نصل إلى إيقاف لإطلاق النيران من الجانبين ده واحد اتنين لازم متكلم أكتر كمان على الجهد المضني بجد اللي بيبزل من المفاوض المصري لأنه زي ما أنتم عارفين بالتأكيد ويمكن زي ما أنا كنت بقول دلوقتي لزملائي الأعزاء ريام ومحمد أنه أنا من متابعيتي لقناة القاهرة فشايف أنه زي ما حالكم بالتأكيد عارفين شايف أنه عندنا وفد مولايات المتحدة الأمريكية ده وفد المفاوضين الأمريكان الوفد القطري الوفد بتاع حركة حماس وبالتأكيد المفاوض المصري اللي موجود داخل بالتأكيد قاعة اجتماعات مغلقة مسمطة لا أحد يبارح على الإطلاق مصر بتبزل جهد نقدر نصفه بأنه جهد تاريخي وغير مسبوق في مسار المفاوضات ما بين الاحتلال من جهة وما بين أهلينا وأشققنا الفلسطينيين من جهة طيب لازم تبقى أنت فاهم معايير القوة المصرية إيه على تربيزة التفاوض واحد خليني هقولها لك وقد تبدو بشكل عاطفي لأنه دي مصر مصر هي الدولة الأكبر في المنطقة من حيث التأثير السياسي ده واحد اتنين أن مصر هي أقوى جيوش المنطقة وده أمر لا يوجد عليه قول أو مناقشة ولا يقبل حتى التأويل أو حتى يقبل المجادلة فيه ده الواقع وده الحقيقة وأي جهة في العالم تعلم ذلك جيدا وده شيء محموده بالمناسبة مصر لا تستخدم جيشها تحت أي ظرف من الظروف لأجل الاعتداء وإنما دائما للدفاع إما عن أراضيها أو للدفاع بمصطلح مسافة السكة يعني القوة أو القوات المسلحة المصرية هي القوة الضاربة الأولى في المنطقة والكل يعمل لها ألف حساب ومن هنا في المصطلح اللي يمكن ذكرته زميلتي ريهام نقلا عن مصدر رفيع لقناة القاهرة الإخبارية مصر جهزة للتعامل مع كل السيناريوهات وده لهجة شديدة مصر تاريخيا ده دورها طيب وفي التاريخ الحديث بل والقريب جدا في القرن العشرين نحن نتكلم على الدولة صاحبة التاريخ الأطول سواء إذا كان من النزاع والمواجهة المسلحة المباشرة أو من التفاوض مع الاحتلال الصهيوني الذي يجلس رابضا على أراضينا في فلسطين وبالتالي ده جزء مش كل معايير القوى المصرية في هذا المصار التفاوضي إضافة إلى ذلك أن مصر هي الوسيط النزيه زي ما أنا ديما بقول لك ومصر على الاستخدام ده هي الوسيط النزيه بالكامل على إطلاق المعنى لا تريد على الإطلاق أي مكتسبات خاصة بيها مصر لا تريد إلا مصلحة الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية وحل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967 وأن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية ده المصار المصري دي الرؤية المصرية دي المقاربة المصرية ده الهدف المصري هيحصل عاجلا أو أجلا ومصر بتتحرك في ده بمنتهى القوة وتمارس أشد درجات الضغط وعلى كل الجوانب علشان تبقى فاهم لأنه بالتأكيد ونحن نتحدث عن حالة من حالات إطلاق النيران المتبادل سواء إذا كان من العدو أو من المقاومة إلى آخره فاحنا بنتكلم على أنه لازم يتم توفيق وجهات النظر قدر الاستطاعة وإحنا عندنا أيضا مصدر صرح للقاهرة الإخبارية وقال أنه توافق الجميع على مصار التفاوض يبقى العودة مرة تانية إلى مصار التفاوض بيبقى شيء مهم جدا اللي هو إيه؟ هو أنه لازم المجتمع الدولي يبدأ هو كمان يعمل الواجب بتاعه يعني مصر أيمى بدورها السياسي في هذا المصار المجتمع الدولي لسه عليه دور ألا وهو الضغط على الجانب الإسرائيلي أو الاحتلال الصهيوني على أراضينا العربية للقبول الكامل بالمصار التفاوضي وعدم الاستمرار في أي مصار من مصارات العنف في قطاع غزة أو في مدينة رفح العمليات اللي بتتعامل مبارح النهاردة إلى آخره كل ده لازم يتوقف بالكامل حتى نستطيع الجلوس على مائدة المفاوضات